تعال نشوف أيضا الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عملت إيه بقى؟ عملت حاجة لطيفة جدا إحنا من زمان نبقى دايما عارفين أن وزارة الثقافة في رمضان بيبقى لها فعليات هل هتتوقف الفعاليات في رمضان ده؟ إطلاقا خطة الفعاليات الثقافية تم إقرارها من قبل معالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم فعاليات ثقافية وفنية خلال شهر رمضان المعظم هتيجي بقى في إطار احتفالات باختيار القاهرة كعاصمة الثقافة في العالم الإسلامي طبعا ده أنتوا عارفين ده كان بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو بتهدف للحفاظ على الهوية أو الهوية إن أردت نطقها باللغة العربية السليمة ويتم إبراس دور الإبداع في بناء الإنسان وتنمية الوعي هتشمل بقى الفعاليات دي كم فعالية؟ ألف وربعمية تسعة وسبعين فعالية فنية وفكرية وإبداعية وثقافية هتقام من يوم سبعة لحد يوم سبعة وعشرين رمضان بإذن ربنا سبحانه وتعالى ويتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية ليست مقصورة فقط على القاهرة ليست مقصورة فقط على الأسكندرية إطلاقا في السبعة وعشرين محافظة بإذن الله سبحانه وتعالى هتشوف أكتر من ألف وربعمية فعالية بتمظمها وزارة الثقافة اشتركوا في القناة